الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أما بعد أيها الإخوة الأحبة أيها المستمعون والمشاهدون كنت ألقي الدروس الحديثية حسب ترتيب الأبواب لمشكات المصابيح وكانت البداية من كتاب الإيمان ثم جئنا إلى كتاب العلم ثم كتاب الطهارة ثم بدأنا الدروس من كتاب الصلاة وفاتني أن أهتم بالدروس من كتاب الحج في هذه الأيام بصورة خاصة ويأيام عشر ذي الحجة فاتني ذلك كنت أريد أن أبدأ غرة ذي الحجة بالدروس من كتاب الحج الذي والحمد لله أصبح معداً ومطبوعاً كتاب الحج وهذا الكتاب من مشعال المصابيح ومشعال المصابيح هو شرحي لمشكات المصابيح فكان من المناسب أن ألقي الدروس من كتاب الحج خاصة في هذه الأيام ولكن فاتني هذه الأيام والآن اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وهو اليوم الخامس من هذا الشهر في الجزيرة العربية حيث الناس يفيدون لحج بيت الله الحرام في هذه الأيام التي منع فيها أكثر الحجاج الوافدين من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية بسبب كورونا كما يدعي الحكام ولكنهم في نفس الوقت كما يعرف عنهم يحتفلون بالرقص والغناء والأفلام ودور السينما وهذه المأساة هذه المأساة الكبيرة وكنت أحب أن أوجه الحجاج والعمار بصورة خاصة إلى المعاني التي أرادها الله تبارك وتعالى والتي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن يعرف كل مسلم أن الله تبارك وتعالى لم يشرع أي شيء إلا لحكمة وإلا لمصلحة من مصالح العباد فقد شرعت الصلاة مثلا وهي عبادة جامعة شاملة يطلب لها الخشوع والخضوع والقنوط للقضاء على الفحشاء والمنكر في حياة الفرد والجماعة قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقد شرعت الزكاة لتزكية النفوس من البخل والطمع والحرس والشح وتطهير الأموال من كل مكروه ومشتبه وحرام قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وشرع الصوم وهي عبادة خالصة لا يعلمها إلا صاحبها وربه للتدريب على التقوى والتربية النفسية والروحية والجسدية ولإعداد الإنسان المسلم المستسلم الذي يتجرد لربه عز وجل حتى من مقتضيات طبيعته الأكل والشرب والجنسي في حدود الإباحة لمدة تدريبية محددة أما الحج الذي فرض على صاحب الاستطاعة مرة في العمر فهي فريضة مالية وبدنية مستوعبة محصية للحياة كلها للتجريد الكامل والتفريد الكامل والتوحيد الكامل تطحر الإنسان تطهيراً كاملاً فيعود بعدها كأنه وليد ليتذكر هذه المعاني الحجاج والعمار الذين وصلوا إلى الحجاج وصلوا إلى مكة المكرمة أو وصلوا أولاً إلى المدينة المنورة ثم هم يصلون إلى مكة المكرمة والذين كانوا ينمون الحج والذين هم ينتظرون الحج في العوام القادمة كل هؤلاء مخاطبون فريضة الحج تطحر الإنسان تطهيراً كاملاً فيعود بعدها كأنه وليد ولد بريئاً من جديد ليبدأ حياة جديدة فقد دعي المسلمون لها ونودوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وإن ليست منافع تعبدية وتزكوية محدودة كالصلوات والزكوات والصيام بل هي منافع ملية اجتماعية عقدية عبادية فكرية ودعوية إصلاحية وتربوية تخلق الأمة خلقاً جديداً وتبعثها بعثاً جديداً لم ينتظر لها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة من الهجرة إلا أن تطهر أرض الجزيرة العربية من كل القواعد والمراكز والمباوئ والمكامن الذي تعارض الإسلام وتتصدى له وتتآمر عليه ليعلن للأمة المسلمة التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفها ربها بخير الأمم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميلاداً جديداً أراد أن تولد هذه الأمة ميلاداً جديداً وتبعث لعهد جديد ودور عالمي جديد تستطيع أن تنهض به في استحقاق وجدارة ولذلك كان اختيار هذه الكلمات الصادحات والنعارات المرفوعات والهتافات المعلنات لبدء هذه العبادة والدخول فيها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا تقال هذه الكلمات مرة بل ينادى بها بالتكرار والترداد ركباناً ومشهاتاً لتخلع الأمة كل الأنداد من دون الله وتحطم الأصنام والأوثان والآلهة والطواغيت من كل الأصناف والألوان سواء كانت تماثيل منحوتة من خشب أو حجر أو معد أو كانت أمثلة من الجبابرة الطغاة والحكام الفجرة العتاة أو كانت فلسفات ونظريات وديانات واتجاهات فلا شريك لك يا الله لا شريك لك في العبودية وفي الألوهية وفي الربوبية وفي الحاكمية وفي السلطة وفي التشريع والتقنين فالحمد لك والنعمة منك والملك لك لا شريك لك هكذا الحج ليست هذه تلبية روتينية يظن الحجاج والعمار أنهم يصدحون بها لأنها سن من السنن ليس الأمر كذلك لابد أن يستشعر المسلم الحج والعام والمعتمر ولابد أن يستشعر كل مؤمن أنه عندما يقول لا إله إلا الله وإنما يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لا شريك لك في الحكم لا شريك لك في السلطان لا شريك لك في الشريعة والتقنين لا شريك لك في أي شيء فإذا كان هناك الحكام الجبابرة الطغاة الذين يؤلهون أنفسهم والذين يقولون كفرعون أنا ربكم الأعلى أو الذين يتخذون من دون الله آلهة وأندادا من حكام أمريكا وحكام أوروبا وحكام روسيا الذين يعبدونهم والذين يخضعون لهم والذين يقدمون لهم القرابين والذين يقدمون لهم الأنعام الهدي والأضاحي فإذا كان الحجاج يقدمون الأضاحي لله فإن هناك حكاما متآمرين مستعبدين مستزلين لقوى الشر والطغيان وإبليس والشيطان يقدمون القرابين والأضاحي وهم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي الجزيرة العربية يقدمون هذه القرابين للطواغيت فإذن عندما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك وعندما يقول إن الحمد والنعمة لك والملك فليست النعمة للدولة الفلانية وللحكومة الفلانية وللإمارة الفلانية وللقوة الفلانية ولصعب السلطان الفلاني لا الملك لله الحكم لله السلطان لله المرجعية لله الشريعة لله هذا ما يقوله الحاج فهل يقوله هكذا يردده باللسانه كالببغاء أو يستشعر معناه كرجل مؤمن هذه هي روح الحج وسره وحقيقته وعلانيته ومظهره ومخبره شرع الحج له لا للركوع والسجود فحسب ولا للطواف والسعي فحسب ولا للذبح والحلق فحسب هي تشريعات مكملة تجسد المعاني وتمثل الحقائق ولكنه في حقيقة الأمر عودة إلى الكعبة المشرفة رمز الوحدة والتوحيد وشعار العبودية والخضوع وتمسكم بذكريات إبراهيم القائل للمشركين كفرنا بكم فإذا كان حكام الجزيرة العربية يقولون يقولون ممثلين لسيدنا إبراهيم يقولون لبايدا ويقولون لملوك أوروبا والروسيا وقوى الشر والطغيان إذا كانوا يقولون مثل سيدنا إبراهيم كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فبذلا من أن يقولوا ذلك هؤلاء المتمجعون القبيحون هؤلاء المتفحشون هؤلاء الأصحاب العبودية والخنوع للشياطين هؤلاء يذلون أنفسهم ويذلون الإسلام ويذلون الشريعة الإسلامية أمامهم فيريدون أن ينخلعوا من الإسلام إلى الألمانية الخبيسة الشيطانية إلى اللادينية إلى الإلحاد إلى الليبرالية يريدون أن ينخلعوا من الإسلام يريدون أن يمرقوا من هذا الدين مروق الخوارج مروق الخبسة مروق الظلمة وقد كانوا أمروا بذلك لأن سيدنا إبراهيم هو الذي أمره الله تعالى بأن يعلن الحج وهو الذي قال لقومه قال لآلهة عصر كفرنا بكم وكذلك وكذلك كان سيدنا إسماعيل قال لوالده سيدنا إبراهيم عندما قال له إني رأيت رؤية أني أذبحه فقال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فليست هذه الهدايا والأضاحي والبهائم تزبح فتؤكل بل إنها أصلا وأولا وقبل كل شيء مذبحة للشهوات الجامحات والأهواء المهلكات والأطماع المرديات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إنها ليست رميا للجمرات بسبع حصيات في أيام ثلاث أو أربع متواليات بل إنها مقابمة شياطين الجن والإنس ومصادمة عملائهم الرجس ومحاربة أذنابهم النجس ومعاركة قوى الشر والطغيان وإزالة الجاهلية وتدمير بنيانها والقضاء على أركانها وتشييد عمارة الإسلام على أنقاضها بعد قلع أساسها ورمي ركامها هكذا الحج يقولون لا التسييس للدين ولا الدين في السياسة هؤلاء الخبساء العملاء الحقراء يأخذون بهذه المصطلحات حتى يسكتوا كل صوت ضدهم وحتى ينخلعوا عن الإسلام ويخلعوا الناس من الإسلام والإسلام هو الذي يأمر بأن يقول كل حاج وكل معتمر لا ملك إلا لله ولا سلطة إلا لله فإذا كانت هي السياسة فهي السياسة المطلوبة عند الله هكذا الحج ترتفع شعائره وتعلو منائره وتخفق رأياته وتتحقق غاياته وتستحكم أركانه هكذا كان حج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر جليا واضحا في خطوباته وبياناته وتصريحاته وإعلاناته وقضائه على آثار الجاهلية كلها وإن لنا الوسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهل يفي بهذه الأسوة بهذه الأسوة هذا الحج الذي يقصده الجماعات والحشود من أرجاء المعمورة لا يعلمون عن هذه المقاصد ولا يرجونها ويجدون بعدما يدخلون الجزيرة العربية عندما يدخلون جدة عندما يأتون إلى الرياض عندما يأتون إلى مدينة من مدن الجزيرة العربية المحرفة الممسوقة على أيدي الصهاينة العرب والعملاء الخبساء عندما يدخلون الجزيرة العربية يجدون ما يعارض الإسلام ما ينافي الإسلام يجدون هناك حضارة غربية وعمالة يهودية وأهواء شيطانية وجاهلية طاغية وعودة أبي لهب جديد وأبي جهل جديد وطغيان فرعون جديد وقارون جديد أموات محنطة ينفخون فيها الروح من جديد فهؤلاء قتلت الحج وقتلت مقاصده والروحه وسره وغاياته النبيلة العظيمة هؤلاء قتلت تذكار إبراهيم وذكريات إبراهيم وكلمات إبراهيم كفرنا بكم وإذا كنا كفرنا بأولئك الشياطين وأولئك من قوى الشر وكذلك كفرنا بكم أيها الصهاينة العرب أيها الحكام العملاء كفرنا بكم على لسان إبراهيم وبألفاظ القرآن الكريم كفرنا بكم وبذا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وأكتفي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وهذا تمهيد سيتلوه إن شاء الله تعالى أحاديث من كتاب الحج وأحاول أن أركز على النقاط المهمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر